والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذه الآية الكريمة تتحدث عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم يصفه المولى الحق بهذه الصفات أنه رسول من أنفسكم بعثه الله سبحانه وتعالى من بني آدم لم يبعثه من الملائكة حتى لا يتمسك البشر بأن طبيعته تختلف عنهم بل إنه بعثه واحدا منهم هو أطهرهم وهو أزكاهم وتلك نعمة عظيمة أن يكون المبعوث إلى الناس من جنسهم يأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون ويعبد الله سبحانه وتعالى كما يعبدون فيكون القدوة لهم والأسوة الحسنة لهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم وصفه جل في علاه بأنه عزيز عليه يشق عليه عنتكم عزيز عليه ما عندتم لا يرضى فيكم العنت والمشقة والألم والنصب والتعب فكان صلى الله عليه وآله وسلم رحيما بأمته وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وحض الأمة عليه وأمرها به وما ترك بابا من أبواب الشر إلا وخوف الأمة منه وحذرنا منه فكان صلى الله عليه وآله وسلم نعم القلب الرحيم كانوا يمرون عليه بالجنازة وهي جنازة غير المسلم فيبكي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول أليست نفسا افتلتتني كنت أريد أن آخذ بحجزها عن نار جهنم كان صلى الله عليه وآله وسلم يتقطع قلبه لعدم إيمان الناس يتقطع قلبه رحمة على الناس قلبه مليء بالرحمة يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمته يقول ربي لا أسألك فاطمة ابنتي ولا صفية عمتي ولكني أسألك أمتي أمتي قلبه في دنيا الناس يتعلق بنجاة أمته وقلبه في الآخرة يتعلق بالدعاء لأمته بالنجاة فكان صلى الله عليه وآله وسلم أرحم القلوب بأمته يقول صلى الله عليه وآله وسلم أنا منكم بمنزلة الوالد من الولد من ترك مالا فهو لورثته ومن ترك دينا فهو عليه فكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو دائما أمته إلى التراحم وكان صلى الله عليه وآله وسلم أرق القلوب وأزكى النفوس على أمته وهذا يعكس لنا أن الله سبحانه وتعالى اختار هذا القلب النقي الطاهر الزكي وجعله محطا لرسالته وسببا في اصطفاء هذا النبي العظيم الله سبحانه وتعالى أنزل في قلبه الرحمة بهذه الأمة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وهذا يدفعنا إلى أن نتأسى بسيدنا رسول الله فنكون أرحم بأمته كما كان صلى الله عليه وآله وسلم رحيما بأمته نختار لأمته ما فيه الخير نسعى لخير هذه الأمة ندعو الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بالنجاة ونعمل جميعا من أجل نجاة هذه الأمة طاعة لله سبحانه وبرا بسيدنا رسول الله لأنه كان يحب هذه الأمة ويرحمها فمن أراد أن يسير على نهجه فليكن رحيما بهذه الأمة رقيقا عليها يدفعه قلبه أن يسير خلف رسول الله يتمنى الخير للناس ويدعو الله بالخير للناس ولا يتمنى شرا لأحد ولا يدعو بشر لأحد هذا هو قلب رسول الله وهذه هي رسالة رسول الله وهذا هو نهج رسول الله وهذه هي الأسوة برسول الله أن تكون كل الأمة على قلبه رحمة بأمته ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالنجاة لهذه الأمة العظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحماء بأمته فإن الرحماء يرحمهم الرحمن جل في علاه ونسأله سبحانه أن يرضى عنا وأن يرضينا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى